موسيقى موسيقى أحداث مرت علينا في مصر بشكل خاص في شهر يناير ربما أخرها ما كان في الربا والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين أيضا من يناير من أعمال العنف واستهداف لمدرية أمن القاهرة أو حتى استهداف المروحية العسكرية من قبل مسلحين وإرهابيين كل هذه الأحداث إلى جانب أحداث أخرى في الجماعات المصرية المختلفة لا يخفى على أحد ما حدث قبل أجازة نصف العام ربما الجماعات المصرية أيضا تموج بحالة من الإرهاب والعنف واضح بداخلها في جماعات مختلفة في أن أظهر في القاهرة دخول الشرطة والداخلية في بعض الجماعات لاستباب الأمن أو لسير عملية المتحنات التي مرت ربما بسلام حتى الأمن كل هذه الأمور تجعلنا نتحدث هل تنظيم الإخوان الإرهابي يسعى إلى استخدام عدد من الشباب لكل هذه الأعمال العنفة في مصر هذا هو سؤال حلقة اليوم والمطلوب فقط هو مشاركة قناة النيل للأخبار في همزة وصل قم اعتدنا على الصفحة الخاصة بالبرنامج همزة وصل ايجي على تويتر أو على الفيسبوك يمكنكم أيضا اتصال بنا عبر سكايب أو ارسال أرقام هواتفكم الخاصة ونحن سنولي الاتصال بكم وبالطبع سنلقي هذه الأراء التي سترد إلينا لمجموعة من الهبراء والمتخصصين في مفس ذات شأن الحلقة التي نتحدث فيها دعونا نتبع هذا التقرير ثم نعود فورا لبدء هذه الحلقة في موضوعها عقب فشل جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على مجريات الأحداث في الشارع المصري مستخدمة ذراعها العسكرية الممثل في جماعة أنصار بيت المقدس وما أحدثه من تفجيرات على مدى الأيام القليلة الماضية بدأ تنظيم الإخوان الإرهابي في الدفع بالكوادر الشبابية لصدارة المشهد من جديد ففي الوقت الذي كانت تحتفل فيه جموع المصريين بالذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير شهد عدد كبير من ميادين البلاد مقتل العشرات إثر اشتباكات بين مؤيدي خارطة المستقبل والإخوان من ناحية وأعضاء من حركتي ستة إبريل والاشتراكيين الثوريين من ناحية أخرى وكانت اشتباكات عنيفة قد نشبت بين أعضاء بحركة ستة إبريل والأهالي بميدان عبدين تم خلالها تبادل تراشق الحجارة وامتدت حالة الاشتباكات لتصل إلى الشوارع المؤذية لميدان التحرير حيث وصل إلى محيط الأحداث قوات الشرطة التي أطلقت تلقات تحذيرية لفض الاشتباكات كما ألقت قوات أمن كفر الشيخ القبض على أحمد شوقي المتحدث الرسمي باسم حركة ستة إبريل بالمحافظة أثناء مشاركته في مظاهرات ضد الجيش والشرطة ووجهت له تهم التظاهر بدون تصيح وإثارة العنف وفي محافظة السيوت ألقت قوات الشرطة القبض على أحد عشر متظاهرة من بينهم أحمد جمال منصق حركة ستة إبريل بالمحافظة خلال مشاركته في مظاهرة لجماعة الإخوان الإرهابية بدون ترخيص قامت خلالها بقطع الطريق العام ومقاومة السلطات والاعتداء على قوات الأمن يأتي اللعب بالورقة الشبابية في ظل قيام طلبة الإخوان في إشعال نار العنف والتوتر بكبرى جامعات مصر فضلا عن محاولتهم استنزاف الأمن في مواجهات يومية لا تنتهي مرحبا لكم مجددا إذن موضوع الحلقة يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين الجماعة الإرهابية هل تسعى إلى توريد قوى شبابية معها في أمل الإرهاب والعنف هذا هو سؤال اليوم ودعوني أستعرض بعض الأراء التي وصلت حتى اللحظة عبر صفحة البرنامج معي أبو أدهم الحفل ويقول هي لسه هتورطهم وهم هتورطوا اللي كان كان بس لسه في فرصة لهؤلاء الشباب لعودتهم إلى الصواب مرة أخرى والرجاء الحكمة والرواية ومسح الأفكار السيئة من عقول هؤلاء الشباب طبعا هو بيجيب بنعم ضميا من ضمن هذه الإجابة وأيضا أستاذ أحمد رمضان رسالة إلى قواتنا المسلحة الباسلة من خلال همزة وصل يجب ضرب الإرهاب في سيناء بالأسلحة السقيلة والطيران الحربي بدون تهاون ولا مع أي عشة أو أي وكر ولا أي بيت يتم أن يحوي بداخله مجموعة من العناصر الإرهابية معي أيضا رأي لطيف سالم وبيتحدث من الأسكندرية عن التنظيم اللي أصبح في النزع الأخير لكن الدول التي لا تريد لمصر الخير تقوم بتمويل عناصر شباب إخواني والانفاق عليهم ببذخ شديد وأيضا يقول أن هناك توظيف لأطفال الشوارع وبعض العناصر عن طريق عدد من الأموال أو الحجد بما يسمى بتحالف الشرعية والمكون من حركة 6 إبريل وأصحاب العشوائيات وما إلى ذلك أو أصحاب الحياة أيضا معي رأي عمر جمال أرى أنهم يسعون لذلك ولذلك من خلال ما يرادونه على قنواتهم الخاصة من مناظر تتبرق منها النفس وتصير الحمية لدى الشباب ضد الدولة هو يرى في الإعلام المضاد أو المنابر الإعلامية المحرضة ما يساعد هؤلاء الشباب أو يساعد على تجمدهم مونة شوئي بتقول نعم لأن تعظيم الإخوان أو تنظيم الإخوان ممول من الدول الخارجية وأيضا من عدد من من ينون شر بمصر ويجب أن نعلم أولادنا لكي يصبحوا مثل الشعب المصري وأمريكا الآن هي تمول جماعة الإخوان المسلمين دي كانت مجموعة من أراءكم المختلفة اللي وردت حتى اللحظة عبر صفحة البرنامج صحيح أني لم أقرأها كاملة لكن فحواها بيدل على رأيكم الخاص دعوني أن تقل إلى مجموعة من الاتصالات الهاتفية الآن ينضم إلي الدكتور أحمد مجدي حجازي أستاذ اجتماع سياسي بجماعة القاهرة وأيضا الدكتور محمد علي وعضو تكتل القوى السورية وأيضا الأستاذة نورة راشد الكاتبة الصحفية أشكركم للاشتراك معنا في همزة واصلة ودعني أبدأ معك دكتور أحمد ونتحدث عن ما حدث في مصر في السلاسة أيام الماضية سواء من أعمال عنف أعمال إرهابية وأيضا في المقابل حشود جمهرية نزلت رغم أنف الجميع بالاحتفال بذكرى الثالثة لثورة 25 جنائر أهلا بك أهلا بك يا فرد طبعا نحن عارفين أنه في الفترة اللي فاتت طبعا فترة كانت فترة عصيبة جدا أنه جماعات الإخوان المسلمين بشكل أساسي فشلت إلى حد كبير في دفع المجتمع المصري إلى التخلي عن ثورة 25 جنائر وانتبادها 30 بشكل أساسي وفقارطة الطريقة التي هي الاستقرار للمجتمع المصري أنا أعتقد أنهم عندما فشلوا في الحصول على ما كانوا يتمنوا في يعني أن بقاء في سدة الحكم إلى ما لا نهاية وفقا لنظرياتهم بشكل أساسي أنا أعتقد أنه بدأوا يبحثوا عن كل السبب المختلفة لثيثرة على الشعب المصري وإنهاكه بشكل أساسي وإنهاك القوة الأساسية التي هي الجيش الوطني الحر والسرطة التي عادت إلى المجتمع المصري بشكل عام بمساندة الثورة بشكل أساسي نعم إلى ما ستقول كل هذه الأعمال الإرهابية التي يحاولون بها دائما إثبات أنهم مازالوا متواجدين على الساحة على الرغم من العداء الشعبي الواضح لهذه الجماعة الإرهابية ومقاومتها مش بس فقط من ناحية النواحي الأمنية المختصة بها الداخلية أو القوات المسلحة لكن أيضا من ناحية الإرادة الشعبية التي أصبحت رافضة هذه الجماعة الحقيقة طبعا هم نجحوا بشكل أساسي في العداء الذي وصل إلى كثير من فئات المجتمع المصري بشكل أساسي وبالتالي فقدوا شرائيتهم بشكل عام وفقدوا كل قواتهم الأساسية فبحثون عن من يستطيع تجليده أو تجليشه وتعبئته لصالح هذا الفصيل ولصالح القوة الإسلامية يعني مش عايزة أقول الإسلامية طبعا لأنها قوة الإسلام بريء من هذه الأعمال بريء طبعا طبيعي طبيعي الإسلام بريء من كل ما يعني يقام من حركات وأفعال سياسية ليست فيه لا في قموس السياسة ولا في قموس العقائد الدينية والمجتمع المصري مجتمع يعني متدين وعنده أعقائد الدينية أساسية فاشعلوا في هذه المسألة بشكل أساسي فبالتالي يبحثون عن كل الطرق التي من الممكن تجليد بعض الشباب تجليد بعض الفئات المختلفة رشية الفئات المختلفة التي ليست لها وطن ليست لها دين ليست لها إلا نعم من الاستقطابات نعم نعم أسفرك كذيل الشكر دكتور أحمد مجح أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة وأتحول إلى دكتور محمد علي وعضو تكتل القوى السورية دكتور محمد بعد التحية ما زلنا نتحدث في متن حلاقتنا على هل الجماعات الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين تحديدا ذجحت في استقطاب عدد من القوى الشبابية سواء ممن ضاقت بهم صبل العيش سواء ممن تركوا عقلهم لهذه الجماعات والغسيل الزهني لما يقومون به أو غسيل الأفكار لهؤلاء الشباب بعد التحية حضرتك وأكيد أن الإخوان المسلمين أعرف أنهما كويس أو أنهما يفتقتلوا بعض الشباب للجماع الإرهابية المشكلة دلوقتي اللي بتقابلنا أن رسيل الدماغ اللي بيتم لمناحضة الناس اللي هي بتحمل وطن زي الجيش والشرطة دوت بيقدي في الآخر أن الناس دي بتخش مواجهة مع مؤسسات الدولة جامعة الإخوان المسلمين تنظيم بتاعها المقاوم من 700 ألف واحد واللي تم القبض دلوقتي على 15 ألف واحد ما زالت متواجدة في بعض الجماعات ويمكن شفنا دوت في جامعة اللي أزمر اللي ما شفناهش في أي جامعة في العالم أن يدخلوا على رئيس الجامعة ويكسروا المكتب بتاعه ويرموا التكييفات وعمليات التخريب يمكن شفنا الدلالة الواضحة أن الأول مؤتمر صحفي كان للمدى وخيرة الشاطر لما كان بيرشح نفسه للرياسة عمله جوه جامعة لازر نتيجة الاستقطاب الإخواني القوي الجوه جامعة لازر بنشوف بعد كده هو أن بعض الحركات الشبابية زي الاشتراكين الثوريين وزي 6 إبريل انضمت بالسعل إلى تنظيم الإخوان المسلمين وصدقين يا فندم لماذا بعض من هذه الحركات بيتم تمويله عن طريق الخارج بعض منهم بينتمي إلى فئات فقيرة فبيعجز أمام رأس المال اللي بيتم ضخه عن طريق قطر أو عن طريق تركيا إحنا شايفين أن التنظيم الدولي راصل 3 مليار دولار لتخريب البلاد ولهدم ثور الثلاثين يونيو بشوف أن دوت كان أصلا بعناصر مندفة من الإخوان المسلمين جوه الاشتراكين الثوريين هل تعلمي أن مثلا محمد البلتاجي كان من ضمن تنظيم الاشتراكين الثوريين كثير قوي من الجامعات ديت معمول لها غسيل دماغ وبدأت بالفعل باتصالات مع الإخوان المسلمين ونزلوا معاهم يوم 25 يناير اللي دعينا ليك هتكثر القوى الثورية الوطنية أن احنا نحتفل جوه ميدان التحرير وليس 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 متجمعين عند دار القضاء العالي في مسيرة خاصة بالضبط بالضبط وإحنا دعينا يا جماعة الاحتفال هيكون جوه ميدان التحرير لأنه هو دوت رمز الشهداء لأنه هو دوت رمز الثورة وعملنا بالفعل الاستيج وعملنا بالمصرح وكان مشاركة معنا وزارة الشباب وكان الاحتفال يعني أقرب إلى يعني البهجة في قلوب المصريين كلها المشكلة دلوقتي إنهم بينضموا إليهم من غير عقل يعني أنا ما أعتقدش إن أي حد دلوقتي المعركة واضحة وصريحة إما أن تكون مع الوطن أو تكون ضد الوطن إما أن تكون مع الإخوان أو تكون مع الشعب وجيشه وشرطته طيب أنا أرجع لك مرة تانية